السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة موضوع حلقتنا النهاردة بتكلم عن هندين طبعاً ما تعودش اللي أنا أدخل في موضوع حلقتي خلينا أرحب بزميلتي هند وهي ترى أتعرفكم موضوع حلقتي هو إيه صباح خير يا أستاذ آيه صباح الخير عرفيني بقى موضوع الحلقة النهاردة إيه؟ أكيد طبعاً أرحب بسادة المشاهدين الأول أهلاً بكم مشاهدين الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم أسرار الحياة زي ما عوضنا حضراتكم كل حلقة بنصديف ديب بنتعلم ونستفيد من خبراته وسر من أسرار مهنته والنهاردة صراحة إحنا معينا مصممة هند مي بمعنى أصح هو مش حلقة إكسسورات بالمعنى الشائع في السوشال ميديا هي مش بتستورد إكسسورات ولا أي حاجة بل بالعكس هي بتصممهم بأيديها وبتعمل أشكال كويسة جداً بتنفع لجميع الأعمار طبعاً أنا مش هادر أخش في الموضوع لأنها صراحة مشتاقة جداً ونفسي أعرف هي بتعمل الأشكال جزي معانا ومعاكم النهاردة مصممة الهند ميد أستاذ هيبة علام أهلاً وسهلاً من حضرتك يا أستاذ هيبة أهلاً وسهلاً من حضرتك نورتين ربنا يكرمكم طبعاً قبل من نبدأ الموضوع حلقتنا عاوزين نتعرف في تفتك للسادة مشاهدين أكثر الأول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا اسمي هيبة عبدالعليم طه أنا معي باكورياس قدرة أعمال بس أنا اشتغلت المجال التاني اللي هو إيه المجال الاكسسورات تصميم اكسسورات بعجينة السراميك وتصميم منتجات كتيراً مع عجينة السراميك طبعاً دم هيبة عايزين نعرف برضو الفكرة جيت لك إزاي يعني من اللي عارب عليك إن بتشتغل في الموضوع أو من اللي عاجب شغل حضرتك عشان كده إليك تشتغل أنا أول ما تخرجت صراحة قريت إعلان في الجرنان عادي جداً إن هو شركة أعمال يدوية بتعلم حرف يدوية والمفروض إن هم هيسوقوا كده فصراح عجبني الموضوع قلت لما روح فصراحة روحت هناك كان فيه كذا منتج أنا عجبني عجينة السراميك وبعد كده لما عدت أشتغل معهم شوية يعني روحتوا تقريباً بتاع مرة أو اتنين بسيط لإيه كم هم مش هيسوقوا لي حاجة يعني فقلت طب وليه لأ ليه أنا ما أجربش إن ده أنا أحاول إن أنا أسوق بنفسي وأجبه الخامات بنفسي فالحمد الله رب العالمين يعني بدأت الموضوع بقى من تحت السفر يعني زي ما بيقوله يعني هو من كلام حضرتك أنا يعني حاولك بتعمل حاجة دي بأيديكي آه يعني مش بيجي بيها جهزة وبيعيها فقط لغير لأ لأ الورد الحمد لله بعمله فضل الله الوحدي طب هو ممكن تعمل لنا حاجة جده البسيطة لو تعرف تعمل لها آه ممكن هو أنا أول ده بدأت قد إيه مع حضرتك ممكن الوردة تاخد بتاع تلات دقايق كده بس هي فعلا عجينة أنا بسمع عن عجينة السروميج دي آآ عجينة زي السلصال كده أو هي أه آه ومعقولها بتوصل للمرحلة دية إن هي تبقى عاملة زي الوردة وتنشك هو بيحط لها صراحة لو بيحط لها أشكال جملة جدا يعني كريم منحط عليها كريم مرطب آه زي هي زي البشرة بزاة هي يعني زي البشرة سبحان الله يعني بتتشقق زينا آه الأماكن اللي هي بتبقى فيها اكسسوارات في أي مولو الحاجات دي آآ روحت أماكن كتير الحمد لله وكان فيه برضو تاجر كبير في العتب أخد من الشغل وكان بيصدروا الجزائر يعني طب حلو جدا جميلة بديد دا يا جميلة جدا لأ خصوصا إن إيه حضرتك إنت اللي بتعمل الشغل بإيدك يعني مش متكلة على حد يعمل أو جبت حد يقعد حضرتك مش مش حد بساعد حضرتك آآ لسه كنت بقول والله أنا عندي بنتي يعني عجبها الموضوع لأن هي بتحب الرسم جدا آآ فهي صراحة بتحاول إن هي تعمل معي حاجات وكده وعندي برضو مسلم هوب اللي بيصور بقى ويشتغل الشغل على الصفحة يعني آآ آآ عارفين بتعملي إيه مع ماما يا فريدة بتعملي إيه حاو تتكلم تعملي إيه تسعدي ماما إزاي بس عادها بحاجات بسيطة بحاولة تعلم منها آآ يعني زي إيه بتحاول تعمل وردك يا عم بتعملي وردة كده حلوة زي مامي ولا زي اللي أنت لابساها الجميلة دي آآ شوية شوية؟ لعد إحنا عندنا مواهب ماما كابتو إحنا عندنا مواهب تانية كثيرة بتقول إن هي عندها قناصة آآ عندي القناية يا فريدة تعملي عليها إيه؟ آآ راس موطة اللي في كوسكس جنيه جنيه اسمها مواهبة فريدة آآ أستاذة هبة آآ من أول حد عظب وشغلة حضرتك وعلى أساس ده اتشجعتي وبدأتي تعملي والله في الأول ماما في البيت آآ أخواتي آآ محمد وإهاب وبعض هما شجعوني آآ عن موضوع يعني تمام وبعد كده صراحة انقطعت شوية لما كانوا بلاسه وغيرين صراحة فضلت فترة ما اشتغلت ما اشتغلتش وكده وبعدين آآ أخويا برضو ربنا يكرموا الدكتور محمد وزوجي بيردوا ربنا يكرموا يعني صراحة هما اللي شجعوني ان انا يعني ايه؟ انت تتابع المجال ده؟ آآ بص حظيك انت بتعمل الوردة ازاي؟ آآ يعني انت حظيك خدت المجال ده هواية مش دراسة؟ صراحة عجبني آآ آآ يعني انت دراستي ادارة اعمال بس انا استفدت منها ان انا كنت بعرفة دي المشروع كويس بس ان انا ان انا مثلا احاول اسوق وان انا اسوق شغلي ازاي وعمل مشروع ازاي طبعا استفدت من دراستي جدا طبعا بس اكيد حد اعلمك التنسيك اللي حاضيك بتعملي دوت في الاشكال لأ صراحة بتدريبك كتير تدريب بس تدريب كنت بتنزالي تدريبه كده ولا من البيت؟ لا في البيت مع نفسي انا عجبني الموضوع بقى فاشتغلت على نفسك ده كل حاجة بقى عملتها مع نفسك انا اصلا لما بدأت كان لسه مفيش بقى التعليم على اليوتيوب ولا الكلام ده خالص يعني كمان اه اه كان كل حاجة لازم تبقى مجهود اكبر اه انا اول ما بدأت كان اكتر من اتناشر سنة يعني فكان لسه الموضوع لكلها اه اه بعمل الوردة هي زي ما حضرتكم شفته كمان خليتش وقت كمان شفت السنة سبحان الله جميلة جميلة في ناس لما بيشوفوا الحاجات دي يا سوزقية بيعتقدوا ان هي ممكن تتعامل مع مستورد تتعامل مع حد اه انا افتكرت كده بس معرفش ان هي بتعملها باديها كده يعني انا بتنشف بقى بتبقى صلبة كده اه انا بس بتنشف هي صراحة فيه انواع كتير من عجلة الصراميك اصلا او بمعنى اصحي فيه نوع بارد وفيه نوع بيتعامل مطبوخ هي العجلة دي باردة بس نوع الغرة بيفرق جامل يعني هي دي ما شاء الله حاجات خامتها كويسة لان انا بستخدم الغرة اصلا لازم بيبقى كويس يعني اساسها بتبقى غرة فالغرة لما بيكون كويس الخامت بيبقى كويسة بعد كده لكن لما بيكون بقى فيه اصلا الغرة يعني حتى لو اي حد عايز يعرف سر من اصراف عجلة الصراميك الغرة لو جبتيه وليتيه ابيض بتشتغليش بيه لما بينش فيه دا الابيض يبقى الغرة مش كويس والله تبقى عدم حلو جدا لكن الغرة دا بيبقى شفاف فده صراحة من الخبرة يعني فرقت معي كتير اشتغلتي في حفلات ومسابات يعني حد طلب منك حاجات زي كده في حفلات ومسابات او طبعا الحمد لله رب العالمين يعني انا شغالة ديلي فاضرة والحمد لله بيعتي منها كتير في اماكن كتير حتى لما بيكون اي حد مثلا من قريب يمسافر برا او كده يحب ياخد شغل الهدايا او كده بيحب ياخدوا برضو من الشغل شايفينها انها حاجة مختلفة يعني يعني ممكن يتوصلي في اي محافظة اه اي حد يتوصل معي على الصفحة بتحتي اه طب حالب يتوصلي بنفسك ولا في مندبيل لحضرتك والله فيه محل برضو يقرب الموضوع شوية اسمه دقاوة لت العنوان بتاعه هنزله ان شاء الله على الصفحة بتحتي عشان اقرب الموضوع شوية يعني عشان لو اي حد يحتاج حاجة او كدية فيش حد بسعدي اه لا صراحة في الاول كتولديك ربنا يكرمها ودلوقتي برضو وعندي فريدة بتعمل معي شوية ومسلم بيساعدني في التصوير بقى اخر احلى لان دلوقتي طبعا كله بقى على السوش المليا مسلم اللي منورني ممكن تاخد الهندي بقى تقولي بتعمل ايه مع ماما بصور لها الحبيض اللي عصبه يعني صور فقط لدي يعني الصور اللي موجودة على الصفحة انت اللي مصورها بنفس التقنية دي طب والله العزين كويس جدا هو حد علمك التصوير ولا انت عاجة كده هوية النفس بشوف فيديوهاتي عن يوتيوب طب والله كويس سنا كام يا موسلم حلو جدا زي عفض الله هو اشتغلوا في الحبسة بتاع الكورونا صراحة وفرقت معهم كتير ما شاء الله طبعا بصي يا استاذة هبة احنا بيجينا مناسبات كتير وبنلبس لبس مختلف سعب بنلبس فورمال سعب بنلبس لبس سواري وكده هل الاكسسورات اللي حضرتك قدامنا ديت بتناسب اي لبس ولا في لبس معين بتناسبه يعني مجي تنظر حضرك إلي نسب كحفلة بسيطة حفلة جيرة كل حاجة أقوليها المسجد طبعا كل واحدة بتلبس الإكسسورات طبعا زوقها ويعني نصدر ربنا أن أنا عندي إكسسورات تبيق مع أي حد يعني حتى فيه ناس بيصمموا معي الإكسسورات يقولي مثلا أنا عايز فيها كذا يعني بيفتحني مجال أن أنا أعمل تصميم جديد يعني فيه ناس هما اللي بيصمموا الحاجات وإحنا عايزينها بالشكل ده عايزينها كده طبعا لو حاجة سورية بتبقى فيها حاجات بتلمع أكتر وكده بتبقى قليئة للمناسبة بس طبعا يعني فيه خبراء لموضوع الإكسسوري يتكلموا فيه أكتر مني يعني بس أنا كمان نلاحظة أن استغلتي الموهبة بتاعتك في الكساء يعني ديت لو تحطت في النش تبقى طحفة أنا صراحة حبيت عجلة السراميات ممكن حضريكي بعمل بها كل حاجة يعني حتى أنا في السنة الفرح بتاعي في السنة الخطوبة أنا كنت عاملة فيه برضو وردات عاملها زراير وعاملها فيها برضو عجلة السراميك كل حائلة حضرتك اللي عملي عايز أقلب كل حاجة عجلة السراميك عجلة السراميك ربنا يستربع عليك يا مسلم انت وفايدة طب بتدخل في ايه طيب عجلة السراميك دي غير الإكسسورات والحاجات دي ممكن نعمل بيها برضو براويز نعمل بيها نزين بيها مرايات ممكن تستخدم برضو كزي يقول حضرتك إكسسورات أو زراير حتى اللبس أو أي حاجة يا مدام الخامة اللي معاك ماتينة فانت ما بتقلقيش يا طب هي بتخلوها دي عشان تنشف يعني بتدي الشكل الجميل ده والله أنا بسيب الورد الأول بسيبه حوالي يوم كده اسيبه الأول الكامل آه اسيبه الأول ينشف كويس وبعد كده ايه أصمم بقى اللي أنا عايزاه وحطه لإن أنا لما مسكت الورد وهي لسه طريقة بوز الدنيا أكيد آه الأشكال بتختلف سعرها من أكيد طبعا هي بتختلف لسببين آآ ممكن حاجة فيها شغل كتير والخامات نفسها مختلف تمام يعني أنا عندي السلاسل بتختلف أسعارها آآ فيه برضو عندي حاجة هنا زي نبيتي ده في أحضار كريمة آآ وبرضو هنا زي اللبن اللبن اسمتها دي ما تصديش مثلا أو تغير لونها والله أنا بحاول اختار أكتر حاجة أنا خلاني اشتغلت بالحاجات دي اليومين دول لأن هي يعني إيه ألوانها ما بتتغيرش آآ بس ممكن لأي واحدة عايزة تحافظ على حاجتها لو دهنتها من وكير شفاف بس هتفضل زي ما هي عايزة آآ اي اكسسوار عموما يعني آآ فعلا آآ بتفرق يعني بس بالنسبة للعجينة الحمد لله يعني ما تتغيرش وفيه برضو زي اللي هي الصفرة اللي عند حضرتك دي بشيك قوي دي عشان بقى فيها عارفة حضرتك الروباط اليومين دول بقى طالع موضة آآ آآ بياخد وقته المجهود أكيد أكيد طبعا طب الوقت اللي تقدر يتاخد فيها عشان تعملي طاقم زي كده آآ دي يعني أنا ممكن في خلال يومين أعمل طاقمين يعني لأن أنا بعمل حاجات الورد ينشف ثاني يوم أركبه كده يمكن طاقمين مسلا ياخده معي يومي أنا أنا بعمله في يوم وبشغل التركيبات في يوم كده آآ مين بيرد على رسالة الصفحة يعني أنا لما دخلنا على البيج بتاع حضرتك لأ أنا بسم الله ما شاء الله في تفاعله كده وحضرتك ما بسيبهش حد اللي ما بترد عليه وتجاوبيه على الأسعار على الأشكال آآ بس أنا شايف حضرتك إن في الأول في الآخر رب بتبيت يعني بتقدر يتوفق ما بين أوه غير كده بنت ولد حاجة صعبة التربية بتاعتهم اللي والله بالنسبة لموضوع الصفحة طبعا بحاول اهتمي به لأن مدام يعني في حد اهتمي في شغلي فأنا لازم برضو يعني اهتمي به وكده يعني لأن أنا أصلاً يعتبر اللي مشغالي إن أنا تفاعلات الناس معي لما في حد بيشكر في شغلي ده وهو بيبقى تدافع لي أن أنا أكمل يعني لولا كده أنا أصلاً ما كنتش كملت بس لما بلاقي تفاعلات الناس معي صراحة ببسط وبكمل يعني كده التشجيع بيخليك تعملي حاجات أكتر وأكتر أوه مهما مهما اشتغلت لغا من أنا شغالة دي كم سنة بس طبعاً كلمة التشجيع بتفرق معي بس وحضرتك كمان والله إنت معانا النهاردة كده النهاردة لأن إحنا فعلاً بجد لنا أن البيجي بتاعك في مصدقية كاملة وبيجي مختلف عن البيجيات كلها فأصر لنا أن إنت حضرتك تكوني معانا النهاردة ربنا يا كريمك والله هو شرف لي والله ربنا يا كريمك طب حضركي إزاي يعني اللي عملي يضمن إن الحاجة اللي هطلبها هتيجي هي هي يعني أنا طلبت الطائم زي ده هيجي هو نفس الماتيريال أو بالضبط وبعدين يعني هو أصلاً طبعاً التصوير مش مش هقول بقى يعني محترف هو ابني اللي فيتصور فالحاجة أصلاً كده 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 زي ما هي طبعاً وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت آآ أنا ممكن مثلاً لو حد عايزي يصور له فيديو ليه مثلاً إن أنا أوصله له مثلاً أو كده ما فيش أي مشاكل يعني كله التوصل يبقى مخلال البيجيات تمام تمام حظيك بتتعاملي آآ تبع المحافظة بتاعتك ولا ممكن تود شغلي في المحافظات تانية؟ ولا هو متصر عن الطاقة اللي حديك موجودة فيه؟ لأ طبعاً ما يكون أنا بعد كده قبل كده كنت بصدر في الجزائر فطبعاً أي محافظة تبقى أقرب يعني الجزائر 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 بيحب الشغل ده جداً جميل قوي آآ أو كان فيها تاجر جملة كان لازم بيجي كل فترة كده يختار كم تصميم اللي عمله من كمية وكان بياخدها على فوق يعني حضرك في تصميمات بيختاروها الناس وحضرك بتعملي على أساسها آآ بالضبط يعني مش أي حاجة موجودة فبيختاروها خلاص آآ آآ بيختار التصميمات اللي هو عايزها يعني هل كنت تعرف تعملي حاجة غير الأشكال اللي قدامنا دي يعني تمهلنا قدامنا تاني؟ والله هو فيه أصلاً أنواح كتير من الورود آآ فيه أنواح كتير من الورود يعني آآ وفيه حاجات بقى يعني الواحد آآ يعني إيه؟ ساعات أحب أعمل سمكة بطة فراشة حاجات كده للأطفال بقى آآ آآ ممكن للأطفال الحاجات دي تتعامل كمان بالعجينة السراميل؟ آآ كل حاجة آآ هيا أي عجينة فريحة العجينة؟ لأ ده أنا بعد الحلقة بقى علميني نشوف البط والوز ده لازم يعمل طب عرفيني على شغلك أكتر برضو يعني شغل الهنديميد ده حاجة صعبة مش أي حد يتعاملها مش أي حد يستوعبه مش أي حد يعملها والله هو أنا شغلت على نفسي كتير في الأول كده أنا لقيتها الشقات معي فلازم يحطلها كده بقيش أستاذة هيبة مصممة الإكسسورات في الهنديميد خدت وقت يقديم والله أول أربع شهور أنا اشتغلت كتير مش عايز أقول لحضرتك أن أنا يعني إيه عادت بص أنا كتبت تقديميك أتميت جنيه بالزلط آآ بس في نفس الوقت أنا كنت في لحظة بقى لأنا شايف الأواب مفتوحه قدامي إن أنا اشتغل عشان كده كملت يعني آآ بقى هي خلاص اتخلت معي إن أنا عجبني الموضوع فعايت أشتغل يعني آآ حضرتك عندك المصداقية أهم من النحل المالية آآ طبعا والواحد لما كان بيبوض حاجات طبعا لازم بتترمي مقدرش إن أنا الواحد يغشبها حد يعني أكيد طبعا طبعا حالك تعمل إيه حالين؟ دي بطة بطة جميلة طبعا أنا في البيت عندي بقى أدوات تانية بس ما ينفحش إن أنا جيبها كلها يعني آآ ممكن نعمل لها عين هنا مسلا هاي فريدة بتطرف تعمل حاجة دي؟ فريدة بتحاول تعمل وردات ثم بتعملي وردة كده فريدة تعملي وردة فريدة آآ ويتلزق لها مسلا عين تبقى بطة كنت بحطها على برشاط للأطول كده آآ في حد طلب من الكسات اللي هو خطوبة تتعمل عليها للأشكال دي؟ آآ كنت شغالة كتير في الكسات بيقولك الكسات؟ بيقولك الكسات؟ آآ كتير قوي في الخطوبة حمام التلات والموسكي والحيطة دي بتبقى منتشرة جدا آآ كنت بجيبها كتير آآ كنت شغالة فيها كتير سوى أنا كان عندي كسات كده أقول ما اتجوز بس كان لها قاعدة والوردة طالع من القاعدة لغاية فوق آآ للأسل بقية الكلامة تغطية آآ كلامة تغطية والسينية برضو بتاعتها كتفيها الوردات ديت بس ما عمرون الوقت البتاعها أصلا نتشالت روح ترعب بيها يا ممكن شعرفون هي بتتلزي أصلا آآ لا أنا عموما برضو بحب الشغل الهنديميدي يعني حتى لو مش شغل أنا هو بقى فيه روح كده ملزوقة؟ او ملزوقة شامة لا مش شامة لا مش شامة؟ او ملزقش بالشعب أنا بلزق بغيرها الغيرة ده بيبقى قابل ما بيقصطرش عليها الغيرة؟ لان لو تشالني لما تدغسل قطنت كده بتختليها آآ بتدغسل؟ آآ الفترة إنها بكسلها بس مش بيسيب أصر وكده؟ آآ لا ما عنتي بتختليها هي مش هتروح هتظل زي ما هي عاية لأ أنا اللي كان ملزوقة عندي ملزوقة الشامة عشان كيا سيب أصر أكيد بس شغل ممتاز يعني لأ عمللنا وردة كده يا فريدة وقاللنا مامي علمتك كزي أنا مشوفتش البطوتة جميلة بوريه على الكاميرا كده جميلة جدا ممتازة هي طبعا أصلح العين هنا لأ أصلح العين لو ما خديت شوقت على فكرة حاجات بسيطة جدا ويمتغط شوقت عشان الواحد إيده في الشغلة على طول لو حد بيتعلم لو حد لسه بيتعلم لازم يستحمل شوية حد ما تعلم ما حسنتش في لاحظة مرة كده يا سيدة هيبقى اني آآ مرة طبعا مش كل مش قول ما بدأتش بدأت تعرف تعمل حاجات دي حسنتش في مرة انت مخنوقة ومش عايز تعمل الموضوع دوت أو خلاص كتير صبعا كتير صح؟ يعني أكيد حصل لك الموضوع دوت ان انت بقى انا تعبت انا مش عايز في اوصل اللي انا عايزايا كده كتير أول ما كنت بعمل العجينة صراحة عملت شغل كتير وبصلت اي طباز مني آآ وصراحة كتنطلوب مني طلبية ففضلت برضو اجرب واسأل لحد ما توصلت ان انا عمل العجينة الصحة وكده والحمد لله مشيت فيها كويس الجيف في فترة برضو طبعا انا بعتذر جدا يعني وقت الحلقة خلاص خلاص بس في السراك كده بتوصل محارك ازاي؟ عن طريق الصفحة هيبه هنتم يدى اكسفرات تمام تحبي تنصح البنات بايي بقى؟ والله ينصح اي حد ان هو ما يزهقش وبعدين اتباه مع ربنا اهم حاجة يعني هو سر نجاح في الشغول صراحة ان الواحد لازم يحط اه لازم يحط في نيات ان هو هيدي حاجة لله ربنا سبحانه تعالى بيبارك فعلا يعني اممم اكيد اللي بقى ركف القرية في الولايين اه والله يهة وبعدين الى الاكسسورات دي تحتنا مش بغليها عشان اكبر قدر ممكن من الناس اا أكيد ايه جمال ده يا فريدة مع الاسف ما لحياتش تعمل وردة جميلة سغنونه زيك صح? ايه لسه بتكمل فيها. جميلة جميلة. طبعا انا بشكر حضرتك وشرفتينا وكانت سيكون في وقت اكتر من كده. ربنا يا كريم. صراحة جري. مش عارفين يعني صراحة مكنت الحاجات الحلوة حاجات حضرتك الوقت جري. ربنا يا كريم. انا الحضرتك من التفوق ان شاء الله والزهور في اكبر رشاشات العالمية بازن الله. ربنا يا كريم. ايه طبعا موسيقى نهاية حلقتنا معلأسف. معلأسف. انتظروني حلقة جديدة من برنامج اسراء الحياة.